منهت وزارة المالية استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس السابق والذي تم في يناير للعام الحالي تحت برنامج صفوق حوكمة المملكة بالريال السعودي كشفت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات و 220 مليون ريال ليصبح بذلك حجم الإصدار الكلي حوالي 13 مليار و 70 مليون ريال أوضحت أن الإصدارات الإضافية قسمت إلى ثلاث شرائح الأولى 5 مليارات و 370 مليون ريال لسقوك تستحق في العام 2023 فيما بلغت الثانية حوالي مليار و 700 مليون ريال لسقوك تستحق في العام 2025 بينما وصلت الثالثة إلى 150 مليون ريال تستحق في العام 2028